اشتركوا في القناة حكم الليبي يحيى محمد عبدالغانية المواجهة بعد القضاء مهلة 15 دقيقة شريط المواجهة انطلق بسعين جاد للعناصر الوطنية من اجل بلوغ شباك الخصم وهو ما تأتى بواسطة انور فريندي قبل ان يأتي الرد من اللاعب نهونكي جيد جيد وينتهي الربع الاول بالتعادل منتخب الكودفوار احرز التقدم بواسطة نقامي جابليتش ثم رد عليه معدلا اللاعب عزدين الحميدي ليشتد التنافس بين المنتخبين خاصة بعد احراز الافوري مصطفى سكانوكو الهدف الثالث وتعديل المتميز عزدين الحميدي الكفا في الخمس دقائق الاخيرة نamatواه نعطواه 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 نعطواه忘 في المناطق الأخوة عندما كنا نساعد كنا نساعد لنساعدهم الآن لنساعدنا سنفعله لنساعدنا بأنهم يطلعون لنساعدنا كل شيء راتب كل شيء من جنوان كل شيء كيف يعرف كورة الشاطئية مسهلة يتلاعب في الرمال كرمال طيب وفارق عندما تقنح وعندما كانت تحكيم كبير ماركة البيت الخرمه كورا مزوزة كانت تحكيم ماركة البيت ومحسبوش تضلمنا كانت نتيجة مشرفة لنا كانت نتيجة مشرفة لنا اليوم كيف اجاب جامعات شي كامل مجاش عن محت صدفة كانت نخدمة فياق بكريك نضربوا تامارا ونطرنمون دفوة في النهار تقاتلنا درنا الليلة هذو تمانعهم ما نريد شلابه دعونا قاراك يرجع الكاف الحمد لله لا تأهل إن شاء الله منتخب الكود ديفوار انسحب من المباراة قبل نهايتها الرسمية والنتيجة المرسومة ثلاثة أهداف في كل مرمى في حين سجلت مباراة الذهاب بأبي جون هزيمة المنتخب الوطني بسبعة أهداف مقابل ستة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر